شغال للاخوان باله فترة شغال يطلع كل يوم مع محمد ناصر ويطلع في اليوم التالي مع معطاة الزماطر واليوم البعدي مع مش عارف فمين اسمه محمود وهبة الدكتور محمود وهبة حسابه محمود وهبة من نيويورك عشان يعني يخوف الناس انا بكلم انا بقى عالم محمود وهبة من نيويورك اوه هو اللي قدامكم هذا الشخص كريه الكلام كريه طالة دائم الظهور على قنوات الاخوان زي ما حدوكم شايفين سنة 2001 الاستاذ عادل حمودة ربنا اديله الصحة استاذنا عمل كتاب اسمه هاربونا بمليارات مصر لغز رامي لكح ومحمود وهبة فالفين واحد اهو كتاب اهو هاربون بمليارات مصر ده كان يا جماعة 2001 لسه لكن فيه اخوان يعني في حق ولا كان فيه ربعة ولا كان فيه اهو عادل حمودة حي يرزق ربنا اديله الصحة اهو كتاب من 2001 بيكلم على هاربون باموال مصر منهم محمود وهبة طيب ايه بقى احكيت محمود وهبة محمود وهبة ده كان بيسموه ملك القطن ملك الايه ملك القطن رجل اعمال في سنة نهاية يمكن بداية الالفينيات 2001 زي ما كانت بعادل حمودة بدأ يخش مع الدولة بن قسين الرخوة انا بقول اهو وضوح وعمل عقود اشترى محالج القطن والقطن وهو يصدر القطن الامريكا وهو بقى محتكر القطن وخد محالج وغيره وخد جاب ما دفعش ملين من جيبه راح خد قروض كاملة من مين من البنك الاهلي وبنك مصر كد قديه خد 380 مليون جنيه من البنك الاهلي المصري وخد 7 مليون جنيه من بنك مصر يعني خد قروض عشان يشتري بيها ايه المحالج ما حطش ملين من جيبه ما حطش ملين من امريكا اشتر الحاجات دي وعجز عن السداد فالدولة عملت ايه حطت ايها على الحاجة الضمان رفع قضية تحكيم على الدولة المصرية رفع قضية تحكيم قدام الاكسيد اللي هو المركز دولة التنسيطة في منزعات السمار التابع لبنك الدولة اكسيد عمل رفع قضية تحكيم على الدولة من اللي سبقه في القصة دي زيه ما ننضح عمزة برضو رفع قضية على الدولة بس العجيب العجيب انه الدولة المصرية كسبت القضيطين ممدوح حمزة كسبته من معرفة ناس كانوا عظماء وناس كانوا محكمين مصريين وخبراء مصريين فعلا طرحوا ممدوح حمزة اردا كان في موضوع تكريك قناة سويس حاجة من هذا القبيل والناس والمهانسين المصريين فعلا يعني انا معايا المذكرات اللي دافعوا بيها لقبول تعاملهم على تحكيم ممدوح حمزة روح لمحمود دوحبة رفع ضياء امتى في 2005 رفع ضياء ضد مصر تحكيم قدام المركز الدولي تسويط منزلات الاسمار التابع البنك الدولي في 2005 طبعا موضوع تصدر القطن ومصر حطت ايديها وإلى آخره وطبعا شارك فيه الرد بقى جهزوا الرد قطاع التعاون الدولي ناس من البنك الاهلي وناس من وزارة الزراعة وصناعة والرقابة الإدارية وكان موجود معهم المستشار حازم كمال اللي دلوقتي رئيس محكمة الجنات في الجيزة ده كان ده في 2005 والمستشار إبراهيم الديب مساعد المدعم الشراكي والمستشار سعيد البكري مدير إدارة التحقق والتحقيق كان القضية إنه الرجل ده سارق من الدولة تلتمية سبعة وتمانين مليون جنيه تلتمية سبعة وتمانين مليون جنيه سنة 2005 شوفوا قد دلوقتي تلتمية سبعة وتمانين مليون جنيه شوفوا دلوقتي كم مليار سرقهم وهرب راح أمريكا ومن ساعتها مرجعش مصر وقاعد في أمريكا يشتم في الدولة المصرية ويشتم فيه النظام الاقتصادي المصري وبيحاول ينتقم من الدولة المصرية دلوقتي موجود مع محمد ناصر الليل ونهار وموجود مع خناة الإخوان الليل ونهار يقول لهم اتفاق صندوق النقد الدولي ازعان اتفاق صندوق النقد الدولي فيه رقابة دولية فيه ناس هيبقوا موجودين في الزرعة المالية بيشنع بيحط شائعات بيعمل كل ما بدى له من أجل انه يطلع النظام الاقتصادي المصري والرئيس السيسي والجيش المصري تكلم عن اقتصاد ما يسمى باقتصاد الجيش ما يسمى بعسكرات الاقتصاد ما يسمى بكل هذه المبقات اللي طلحها محمود وهبة انا امبرح ولا اول امبرح بتكلم على مين محمود وهبة يا جماعة فرجعنا وشوفنا محمود وهبة احد هؤلاء اللصوص الكبار اللي مصه دم مصر ودم الغلابة في وقت كانت فيه الدولة خاملة كانت فيه الدولة رخوة سرق 387 مليون جنيه من البنوك المصرية وراح ضحك على الحكومة وخد المحالج محالج القطن وكان عايز يبقى هو المحتكر كان عايز يعمل محمد علي جديد ويحتكر تجارة وزراعة الاقطان وتصدير الاقطان لكن فشل هذا الرجل وكان واخد الفلوس من البنوك المصري يشتري الممتلكات المصرية على حساب المواطن المصري وهرب رأي امريكا ومن ساعتها عمال يشتن في مصر واجه في مصر شفتم مين يا جماعة المرجع بتاع محمد ناصر شفتم المرجع بتاع هؤلاء السفلة سافل يدافع عن سفلة سافل يتحدث الى السفلة محمود وهبة مش عالم اقتصاد ده حرامي محترف لص دولي محترف سرق اموال المصريين 387 مليون جنيه يا محمد يا ناصر اللي انت بتسمع له حرامي يا محمد يا ناصر اللي انت بتجيبه وتسأله عن الاقتصاد المصري والمؤتمر الاقتصادي حرامي ولص سرق 387 مليون جنيه من اموال المصريين كان عايز 100 مليون دولار وهبة وهو عايز 100 مليون دولار من الدول المصري رفق قضية التحكيم في 2002 شفتم يا جماعة عشان احنا بنسمع مين محمود اه خبير اقتصادي عالمي الدكتور محمود وهبة من نيويورك يتحدث عن النظام فاشل ومحمد مقيد فاشل والمؤتمر فاشل والي ابدأ فاشل والناس بتسمع والناس بتسمع اهو شايفين ادي يا عم ادي واحد اهو شايف ادي الحرامي اللص الكبير اللي سرق 387 مليون وادي المقاول الفاشل الحقير محمد عبد هما الاتنين الطيور على اشكالها طاقة اهو مين بيدفع عن مين مين بيتكلم مع مين مين بيسمع مين المشكلة ان احنا مش مركزين ما نرجع نقرأ يا جماعة نشوف تاريخ الناس محمود وهبة لص حرامي سارق مزور مزيف هو ده محمود محمود وهبة يبقى لما نيجي محمود وهبة يتكلم حضرتك يعني تقفل يعني مش عارف اقول لك ايه انا لما بشوفه يعني باش مئز لما بشوفه باش مئز هو بيكلم عمال يتكلم ويكذب وشغال رجل بينتقم من الدولة ترجمة نانسي قنقر